بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين مرحبا بحضراتكم جميعا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في الجزء الثاني من الدرس التاسع والعشرون من دورة خط النسخ التاسع المجاني بعد أن تصلوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنا بنتكلم في الجزء الأول وصلنا إلى الباء الكشيدة مع الدال وكلنا يا أخواني الكرام أن طالما أنا هبدأ بكشيدة أن أنا همتد كثيرا فأنا بعلى شوي فأنا عليت عن السطر بنقطة كاملة بدأت قبل السطر غير الباء مع الدال الصغيرة العادية ما فيش النقطة دي السطر الأساس أهو ما فيش الكلام ده خالص في بس حاجات بسيطة فرغ بسيط جدا لا يظهر لكن أنا علشان همشي أمتد كثيرا لابد أن أنا أعلى كثيرا وكلما زاد الامتداد زاد بداية الحرف من يعني هل الامتداد ده زي لما كنت بس لغاية هنا كده إذا كتبت الرأو والدال هنا لا صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ما السؤال يا أخي أحمد اسأل سؤالك مرة أخر صلنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمة يد ما لها كلمة يد نعم هنكتبها مرة أخيرا إن شاء الله بإذن الله علشان يعني التكرار بيثبت المعلومة في أذهان الشطار صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هاجي من فوق السطر بحوالي نقطة بعدين أخذ السنة الطويلة بتاعة الباقي اللي حضرتكم عارفينه بعدين هاجي من نهايتها من هنا يا أخواني الكرام هنزل على سطر الأساس مش هنزل هنا لا ده أنا بنزل بعد ثلاث نقطة كريبا صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد نقطتين ونص أهو أهو يا أخواني الكرام وبعدين أبدأ أطلع ميل في اتجاه الشمال بهذا الشكل صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أطلع حوالي نقطتين ونص أو ثلاث نقطة وقف وبعدين هنزل بالجزء ده انا مايلي احمد ازا كنت بتقصد في الدل هنا. ده بيخرج لتحت. بيخرج بهذا الشكل. البرعم اللي انا باخده ده. وبسحب منه وامشي. لتحت اهو. وبعدين بروح الرافع منه وصلنا صغيرة لفوق بهذا الشكل يا استاذ احمد. طيب شوف الجزء الفراغ البسيط اللي بين الدال وبين عصية الدال. بص انا هقفلها وعايزك تحس الفرق. بص الحتة البسيطة الجميلة دي. هو الخط بيبقى جامل ليه? من اللمسات الصغيرة دي اللي احنا تعلمناها من الاسادزة. طيب انا هقفله خالص. ابدأ انت كارن شوف الاول ولا دلوقتي. ها اهو انا قفلته خالص. طبعا لما قفلته مش بالشكل الجميل ومش ده المطلوب. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. اهو. طيب. طيب يا اخوة الكرام. بعد ان نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. احسنتم يا سادة ام بكر المفتوح. احسن. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خير. طيب. الان يا اخوة الكرام. هنروح ان شاء الله ناخد الباق مع الحرف الايه? حرف. اه بعد الدال. ناخذ الباق مع الراء. طيب. هالباق وعراء لها ثلاث اشكال. انا حابب ان انا نخليها للحصة الجاية. عمش عايزة اكثر عليكم العمل. قليلون دائم. ركزوا في الباق مع الدال والباق مع الدال الكشيدة. اه بس حبيت اركز ان حضراتكم لما هتمشي بالامتداد هيبقى فيه انخفاض منهن. جزء ده بدأ ينخفض وينزل بهذا الشكل. حوالي نقطة من هنا وبيدي له نقطة في الجهة الاخرى في بطن الدال. والجزء ده مش منكسر. الجزء ده منحني انحناء شديد لكنه ليس منكسر كما في خط الرقع. صلينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انا بشكر حضراتكم. ايبا احسنتم قليل دائم خير من كثير منقطع. ربنا يبارك فيكم. ان شاء الله لو حد جديد معنا اول مرة يعرفنا بنفسه في ازازة اه كرام معانا. ان شاء الله جداد يا ريت يعرفونا بنفسهم يستمروا معانا ان شاء الله. ان شاء الله يشعروا بالاستفادة. ويلا بينا ان شاء الله نشوف شغل لحضراتكم. شوف الكتاباتكم الجميلة. ان شاء الله يعني نجد تميز وتحسن وتطور في خطوطكم ان شاء الله باذن الله. اللي ما حدش اللي ما حسش ان خطه بيتحسن يقول لي دلوقتي. اكتب لي على التعليق وقول لي انا فعلا ما استفدتش حاجة من الدروس اللي حضرتها. ولا الايام اللي انا حضرتها. واللي حسب تحسن يشكر الله ويحمد فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وانسخرني لكم خادما لجميعكم الحمد لله من فضل الله. الحمد لله. ربنا يبارك يا تقبل يا رب. طيب يا الحسن خطك والله. الجهاز اللي اللي مسمى بخمس نقاط ضوان ياريت يعرفنا بنفسه. او يكتب اسمه. ممكن يكون حد من الاساتزة بس احنا مش عارفين مين هو. لانه مغير اسم الجهاز او الجهاز تغير لوحده. نعم. نعم خير ان شاء الله. طيب ناخد سكرينشوت. الحمد لله يا اخي احمد. الحمد لله. وشكر لله. ناخد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نكتب كثيرا يا استاذ ام بكر. ان شاء الله باذن الله. وليس سريعا. يعني الوقت اللي هاخده في كتابة اه خمس سطور. اكتب سطرين افضل بنفس الوقت اللي انا هكتب بي خمس سطور. نعم. الحمد لله يا اخي احمد. وسيتحسن كثيرا يا استاذ احمد. يسر الله لكم الخير يا استاذ شمس. من العراق. طيب يا اخواني الكرام. الحمد لله يا استاذ شرين. ااخذ سكرينشوت الان. طيب. صلوا على حبيبنا المصطفى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين. تسليما كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد. اثنين. ثلاث. يزاكم الله خيرا. ان شاء الله اللي حبيب يغلق الكاميرا يتفضل. واللي حبيب يصحح ان شاء الله. احنا قلنا هنعمل مجموعات. يسر الله لكم الخير ستجدوا الفائدة ان شاء الله يا استاذ شمس. قلنا هنعمل مجموعات. الناس بدايت تعمل مجموعات? ولا لسه? ولا احنا نعمل من عندنا? طيب. هناخذ ان شاء الله باذن الله ناخذ اربع اشخاص من النهاردة? آآ مجموعة ابو بكر? نعم. ما شوفيها ام بكر. واول واحدة فيها ان شاء الله ام بكر. طيب وهنسجلهم في الدفتر عندي ان شاء الله الان. بعدين هنعرف ان دي مجموعة ابو بكر. الحصة الجاية هناخذ اربع غيرهم ونسميهم مجموعة عمر بن الخطان. طيب. يصر الله لكم الخير يا اخي يا حبيد. طيب. نبدأ باختنا ام بكر ان شاء الله. بسم الله. يلا يا دكتورة جودي ممتازة خطك رائع. طيب. آآ الالف ممتازة جدا في دفتر استاذ ام بكر. رائعة. آآ الالف الاولى. الالف التانية تكوست من سدرها. شفنا لو احنا نزلين من فوق كده في التلت الاولاني وجدنا فيه تكوص. الالف الاولانية مسحوبة سحبة تماما جدا جميلة جدا لغاية لما وصلنا عند السطح حاسين ان احنا كتمنا نفسنا وروحنا سحبنها مرة واحدة ما تهزتش. جميلة جدا وممتازة جدا. طيب ده بالنسبة للالفات. اللام حلوة. الحلية ماشي الحل مكبولة جميلة. آآ اللفظ الجلالة. لفظ الجلالة يا استاذ ام بكر. اللام جميلة في لفظ الجلالة والصعود من اللام. لكن آآ انا حاس ان احنا رايحين مش عارف يعني. آآ طيب. هقول لحضرتك على حاجة. آآ مشوا لي بسن القلم. مشوا لي بسن القلم من من اللام الاولى في لفظ الجلال. آآ اختنا ام بكر جزاها الله خير سحبت القلم وراحت جاية من بعيد فعلا لقريب. بس خلي بالكم ان يعني آآ مش عارف خلينا اجيبها على علشان يعني مش اتعب حضرتك في التركيز معي. تعالوا على الشاشة هنا يا جامعة الخير. آآ يا ريت تتابعوا على الشاشة معي هنا. هننشوفها ان شاء الله في اللي الله يبارك ليه في حضراتكم. نشوفها في الحسن خطك اللهين على الصفحة اللي امامنا ان شاء الله باذن الله. تعالوا معي حضراتكم يا سادزة. ركزوا معي يا سادزة ام بكر. آآ بصي حضرتك. هو انت جيتي وروحتي رايحة هناك على طول. تمام سحبتي هناك. وفضلتي ماشي. ما نزلتيش على السطر. لا ده انت يعني آآ شايفين سن القلم معي? حضرتك سحبته بال بالقلم. خلينا ندخل بس لو حد برا. ندخلوا. بسم الله. بص يا سادزة ام بكر. تابعوا معي الله يكريمك في الشاشة عندي. تابعي في الشاشة الله يبارك في حضرتك. انا انا بشرح على الشاشة الرئيسية. شاشة النظري. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. اختنا ام بكر نزلت باللامة هي. طيب راحت حضرتها نزلة باللام وراحت سحبة كتير ومشت كده. وراحت طلعة كده هو. انتم متخيلين معي? لا. هي بصوا انا بسحب كده ورايح كده. لكن وانا نازل بنزل حاولة خليها تنزل يعني الحر سنها بينزل على الصطف. انا جاي من بعيد متكوس اوه. ولكن بنزل في الاخر على الصطف. ما بروحش. هو ما كملش مروح على هناك كده. طيب ما كملش بالمشيان بتاعه. وكمل بالخروج لليمين لبرا كده على طول لتحت. لا. راح عادل حضراتكم مكمل النزل وبعدين راح وقف ونزل بسن الالم. ولما طلع طلع لفوق شوية. مش طالع مسحوب كتير للبيهة الشمال يا استاذة ام بكر. اتمنى ان يكون وضحت معي. طيب اه نروح نشوف عرف حرف الهاء في دفتر استاذ ام بكر. اللامة التانية حلوة. بس انا قلت السحبة لحتة المنفرجة لتحت رايحة اللي من ديت. حاول نلمها شوية خليها تنزل. وكأنها ده بوس بينزل على السطر. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. حرف الهاء بقى. لا. تعالوا بصوا معي تاني. جميل جميل. يسر الله لكم الخير. حمد الله على سلامة حضرتك. حمد الله على سلامتك يا استاذ محمد. بص يا استاذة ام بكروا. بصوا يا الحسن خطك. والله ان الاخطاء هي اللي بتعلمنا. بصوا اصلا لو وفضلت اشرح سنة كاملة. ومحدش بيغلط محدش هيستفيد. ليه? مش بنعمل فوكس. مش بنعمل تركيز على جزء معين. كلنا بنغلط. بس محدش بقولك انت غلط. فانت ما فاكر نفسك ان انت شغل صح شغل صح. وعمال يتكرر الغلط. وتعمل او تكراره وتنسخ وتنسخ. وانت عمال يتكرر نفسه. طب فين الفايدة? فين الاستفادة? مفيش. فالتصحيح يسوي خمسين في المية بل ثمانين في المية من من تحسن الخط. ان انا عرف اخطائي عشان اعبدلها وصححها. صلينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى الله عليه وصحبه وسلم. طيب نبص معنا كمان في دفتر في الشاشة الرئيسية. يا استاذة ام باكر. هنشوف حضراتكم التكوس الجميل ده. شفتوا التكوس الجميل ده? اهو كمان مرة اللي بالازرق ده. التكوس الحلو ده. ما عرفش هوا مش موجود عنده. وهنا طلع هوا. شفتوا? هنا في ميل. بصوا هما هنا المسافة دي قريبة والمسافة دي بعيدة. كمان مرة. ركزوا. المسافة بصوا يا جماعة الخير. لفظ الجلالة. لفظ الجلالة من اصعب الكلمات اللي محتاجة تركيز. مقارنة بكلمات الاخرى. لهو له ميذة او 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 شخصية معينة في في تاركة كتابته. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. اه يبقى انا قلت هنا في تكوس من تحت. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. تاني شيء. المسافة دي بعيدة. المسافة هنا قربت. شفنا? ازا كنا قلنا مسلا بحط نكتة ونص هنا. هلاقيها بقت نكتة هنا هو في الحتة دي. بقت حوالي نكتة. تقريبا يا اخواني الكرام. ايه الامر الاخر? الهاء. هنشوف الهاء يا استاذ امو بكر عشان هنرجع لدفترك لان الكلام ده لدفتر حضرتك. اهو يا جماعة الخير. انا نزلت بتخرجت بالبرعم. وده مش هيعمله الالم الرفيع بتاعك. ولذلك انا بقول لك انا بخرج بالبرعم لان احنا بنكتب باقلم ما بنكتبش بالبصة. لو بنعملها بالبصة هتيجي مرة واحدة. ولذلك انا بقول لحضرتك انا بخرج بالبرعم الاول. وبعدين بسحب لفوق. انا طلع لفوق اهو. بصوا الصعود لفوق مش كثيرا. يعني انا اذا جيت خط خط اساس. او خط وهمي. رسمته كده هو. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي مع سطر الاساس. متناسب مع سطر الاساس. بصوا. هلاقي في نسبة صعود بسيطة الى فوق. طيب. وهو بقى بيقفل زي ما حضراتكم شايفين من فوق من هذا الرأس. طيب انا بشكر حضراتكم على انتباهكم وتركزكم. آآ نشوف في دفتر الاستاذة ام بكر. تمام? وصلت المعلومات والكلام عن اللفظ الجلالة يا استاذ ام بكر. الصد جميلة حلوة. الحلية تكون مرفيعة. مرفيعة من تحت. مش تخينة ازا كانت عندي تخينة فهي تسحبت مني تخينة. لكن الاصل ان هي تكون اخر شيء في الحلية من تحت خالص ارفع شيء. يعني مدببة. منتهية بتدبب. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. اهو هنشوفها لو شفناها حتى في الكتاب. اهو. شفتوا حضراتكم? منتهية بتدبب يا جماعة الخير. جزء درفيع ومدبب. اهو اللي عندي الكرس و اللي عندي سن الالم بتاعي اللي بيشاور. طيب? جزاكم الله خير. الصد جميلة جدا زي ما قلت لحضرتك. ممتازة في دفتر حضرتك. الميم حلوة. بس الميم عايزة تصبيت شوية. رأس الميم. امشوا بسن الالم يا استاذها ام بكر. احنا طلعنا لرأس الميم. كلها من فوق كويسة. المشكلة في الجزء اللي تحت. ما يبقاش افقي. لا. يبقى يجاي بيشاور على الساعة خمسة ونص. لا مش خمسة. على الساعة اربعة تقريبا. يعني انت جاي من الشمال رايحة لليمين تحت على الساعة اربعة. في ميل. مش مستقيم متناس مستقيم مع سطر الاساس. طيب. التكوّس يزيد شوية. الامتداد بتاع حضرتك كبير من الميم للدال. اه. تمام. ايوة خلصنا الحتة دي. هتغذي بقى من هنا من السن من سنة الميم من هنا الخنجر. بداية الخروج للخنجر. وتبدأي تتكوّسي. حتى لو نزلت عن سطر الاساس. احنا يا جماعة احنا ما بنكتبش كمبيوتر. انزلوا عن السطر مش مشكلة. ما انا مش هسمي ده نزولوا على السطر. لا. ده دين سيابية ومرونة في كتابة الكلمة. مش ان انت تنزل على سطر الاساس يبقى اخطأت. لا. لا يا اخواني الكرام عادي لو نزلنا في اللحزة دي عن السطر واطلعنا تاني. تمام? وصلت المعلومة يا استاذ ام بكر. يعني خدي بسحبي بالقلم كده معلش? او لو وحطت سن القلم عند مكان الخروج لخنجر وتكوّست لتحت. اه 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 اه. كده تمام? وكملي كملي وبعد نروح يطلع. تمام? ما عندي جيش اي مشكلة ولا حد يقدر يقول لك غلط. تمام? طب ايه الامر الاخر? الدال نطولها شوية. نطول الدال كمان نقطة. كاملة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو ارتكزت الدال على السطر الاساس بتاعك فهي مرتفعة عن نهاية الدال من تحت. وصلت? لان الدال ايه? عفا. لان كتف الميم دال المسافة لاتصال بين الميم والدال نزل عن سطر الاساس. فلما نزل عن سطر الاساس راح عامل حضراتكم لما كتبت الدال بقت على سطر الاساس فهي اصلا سطر الاساس اصبح مفروض تحت شوية كمان. لهو التكوز بتاع نهاية الميم مع الدال. او اتصال الميم بين الميم والدال. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شكرا لحضرتك. وانا مبسوط جدا من الخط الجميل الرائع وان شاء الله الصفحة دي بقى عايزينها تلاقيها منورة بكلمة الله الصمت كلها يا أستاذة مبكر. طيب. البق دال اللي في النص تحت دي احسنهم. ولكن صغر المسافة بين السنة البق والدال كمان. وانطول الدال كمان. حلو. جميل. نعم. الجزئية دي مش منكسرة تماما. هي هي قريبة جدا من الانكسار. اللي هي بين سنة البق والدال. نعم. الاتصال دوان. تمام. كبروا كبروا الخط الافقي للدال شوي. تمام? وما يبقاش مكوس يا أستاذة ام بكر. لا مش يبقى مكوس. انا قلت انا هخرج يا جماعة الخير بالبرعم واقف. واسحب ناشف فق وبعدين في الاخر اروح قافل بحتة صغيرة علشان لو في شوية نقطة مية ما تقعش. بتخيلي يعني لو انا تخيلت ان في نقطة مية ما انا عملت السنة الكيرف اللي طلع لفوق دوان. هيوقف الانزلق هذه نقطة نقطة الماء هذه. صالنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لأستاذتنا اختنا لأستاذة ام بكر. ان شاء الله اكتبوا يا أستاذة ام بكر وارسلوا شغلكم ان شاء الله على المجموعة. جزاكم الله خير. طيب يبقى احنا سجلنا أستاذة ام بكر. اول واحدة في مجموعة ام ابو بكر. مجموعة ابو بكر. رضي الله عنها الصدق رضي الله عنها. استاذة ام بكر. دي اول واحدة. مين تاني? نأخذ مين? استاذة بسمة حفيصي. طيب. دفتر استاذة بسمة حفيصي. اتنين يبقى هيبقى اتنين ان شاء الله. استاذة بسمة. حفيصي. طيب احنا في دفتر استاذة بسمة حفيصي. طيب. عكسنا الموضوع بقى. كنا بنتكلم من شوية على اللام. عند طبعا الخط ممتاز وجميل. ورائع لشغل ما شاء الله. آآ لفظ الجلالة ما شاء الله جميل. والالف واللام في الصمد ايضا جميلة. واخر الف احلى الف في كلمة الصمد. احلى الف. امتازة جدا. وحرف الصد هايل جدا. آآ ولكن خلينا نقول ملحوظة واحدة على الحرف اللام في لفظ الجلالة. لو جينا يا اخواني الكرام في في الدفتر. تعالوا معي هنا. بصوا معي هنا عند لفظ الجلالة الله يبارك في حضراتكم وينفع بيكم يا رب العالمين. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استاذة في واحدة من الاسدزة من شوية. واحدة اشتغلنا معها. عاملة اللام كلها. جاء راح اتعملها كده خالص. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واحدة في الاخوات الاولى. راح اتعملها كده. طيب صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. والاخت التانية راح اتعملها كده. طيب. لا هو ولا كده ولا كده. هو جي من فوق. وتكوس. وراح عاكس التكوس نازل لتحت. كده. وكأنه بهذا الشكل. شوفوا يا اخواني الكرام. اهو. بصوا. انا جاي. بص لو انا كبرت هذا الموضوع اهو. بس مش كثيرا. ولكن الاحساس. انا عايز الاحساس يوصل. اهو. صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بصوا. هو انا بس لان انا بارسم بالكرسن ولكن ان شاء الله تتخيلوها معاي. اهو. شفتوا الحركة عاملة ازاي? يعني هي اه عاملة اقول لحضرتكم عاملة كده بهذا الشكل. شفتوا? وصلت المعلومة يا اخواني الكرام والاخوات الكريمات. طيب كزاكم الله خير. اه اتمنى استاذة باس ما تكون اخذت بالها من الحتة دي. او الملحوظة دي. يبعكسنا الموضوع يا استاذة باس. مجيش كوس مكوس الى اه ايوة بنجمع الاتنين بيطلعوا انتم الاتنين صح. بناخذ بناخذ بنعد استاذة ام بكر من من العراق ونروح على التونس وبيطلع الموضوع جميل جدا صح. ايوة الاتحاد كوة. اهي رسمتها صح هي في الدفتر جزاها الله خير. نعم. استاذة ام بكر من 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 سوريا. من اللازقية نعم. ايوة احسنتم يا استاذة باسمة حفايسي. تمام صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه الامر التاني عشان استاذة باسمة من الطالبات ما شاء الله المكتهدات والمستوهم ممتاز. فخلينا نديها المعلومات على قدر المستوى. هنخف المسافة نصغر المسافة بين اللام والهاء. يا استاذة باسمة حفايسي. يا ام ايا منصور. صح كده? نعم. اه نخفض المسافة دي. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الميم والدال الاخيرة ممتازة. الصاد والميم الدال. طيب حرف الصاد جميل. الدال هيلة 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 جدا ممتازة اخر دال. ممتازة اخر دال في الصمدو. نعم احسنت. جزاكم الله خيرا. نعم حرف خلينا نقول مين احسن الهاءات. عندنا اربع هاءات. طيب يا ريتس ان الالم تشاورو بيه على احسن واحدة. ولكن هناك احسن يا استاذة باسمة. استاذة باسمة مستوى استاذة باسمة يطلع لنا اه نعم اللي انت شاورت عليها بسن القلب. ولكن عايزين احسن ان شاء الله تكونوا سمعتوا الشرح. ما سمعتوش الشرح اسمعوا تاني وتالت. لسه شوية. ليه بقى? بص يا جماعة الخير. كبروا لي الزوم شوية استاذة باسم الله يرضى عليكم على الهاء. الجزء اللي تحت ده اه. خلينا اخر واحد احسن كمان. لان اللي اللي انتو شاورتوا عليه ده ظهر ان هو في انحناء نسبة انحناء شوية او نزل وطلع لفي كمان. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا اه طيب هقول الاخير ده كويس. ولكن عيبه حاجة واحدة بس. لما ممكن سني الالم? اه تمام. لما طلعنا الفوق خدنا خدنا برعم الشجرة صح? ومشينا لفوق الشمال في جهة الشمال تمام? واحنا راجعين افلنا فاحنا احنا اهضرنا او اخدنا حق ازن الغزالة الجميل. طيب في الحرف استغفر الله ان انا اتمنى تفهموني ان انا بوضح ليكم بشكل معين عشان تتخيلهم وتوصل المعلومة. المفروض ان فيه سحبة طويلة نقطة فوق الازن الغزالة او بوق الغزالة مثلا في الحرف الهاء وتحتيها. يعني قد الفراغ اللي تحت دان الهاء قد الفراغ اللي فوق رأس الهاء. تمام? فالمفروض ان حضرتك تقفلي تحت شوية ما تطلعيش على فوق كتير. وفي نفس الوقت هنطرق بقى الفراغ ايوة احسنتي. تمام? هتقسميها تلات اه تقسيمات او تلات نقاط وهمية كده وتروحي ما ايه عملها. واسمعي الشرح تاني وعلى مهلك وان شاء الله انا متأكد ان انت هتفاجئين بها ممتازة ورائعة واحلى من بتاعة الاستاذ. صلنا على النبي. اه بصي الفراغ لما كبر هنا بقى احلى. بس انا مش عارف ليه حضرتك بتعمل الخط مقوس. يعني انت وانت طلع على الفوق لما اخدت البرع وانت رايحة للشمال فوق رايحة على الساعة عشرة في اتجاه الشمال فوق تقوس الخط من حضرتك. مش تعملوا مقوس. عملوا ناشف هيكون احسن. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خير. لا مش اللي نازل كده اللي طالع العكس يا استاذة اه استاذة بسمة. لا مش دون. انا مش اصدي على ده. انا اصدي على الدقن من اللي تحت. ده مكوس. الخط ده مكوس ما فيش مشكلة. اما مكوس لتحت او مكوس لفوق ما عند. في ناس بتعملوا كده وبيطلع شكله جميل وفي ناس بتعملوا كده. وفي خططين قالوا ان ان هذا الكلام صحيح. الاسات ذات الخططين. هيولي حضرتك حطتي عليه السهم ده ما يبقاش مكوس. يبقى ناشف وانا طالع لفوق. وان شاء الله تسمعي الشرحة تلاقيني ان انا قلت ان انا بطلع ناشف. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. شكرا لحضرتك. طيب مع اخر دفتر ان شاء الله باذن الله مع الدكتورة جودي من مصر. الدكتورة جودي هتكون التالتة مع مجموعة ابو بكر. سجلي كده ان حضرتك في مجموعة ابو بكر يا استاذة جودي. ما شاء الله تمن سنوات وخطها ممتاز ورائع. احسنتي. بارك الله في خطك الجميل. وفيك ايضا يا استاذة جودي. ممكن تقول لي جودي ايه? عشان نسجل عندنا هنا. نعم. جميل. جميل الخط ممتاز. الالفات هيلة جدا. ويا كفيكي ما شاء الله شرف ان انت بتكتبي الكلام ربنا سبحانه وتعالى بخط جميل احسنتي. احسنتي يا دكتورة جودي. خطك رائع وممتاز. الدال اللي اللي متنقط عليها دي هيلة. البق دال اللي مناقطين عليها ما عرفش حضرتك اللي كتبها ولا ماما. لكن ممتازة جدا. واللي بعدها ايضا ممتازة. نعم. برافا رائعة. ما شاء الله. ما شاء الله. ده انت هتعلمي البيت كله. ما شاء الله على خطك الممتاز. احسنتي. انا بشكرك. وانا متابع حضورك انت بدأتي تحضره وما فيش غياب زي الاول ممتازة جدا. احسنتي. برافا عليك. رائعة يا دكتورة جودي. خطك كله ممتاز وكله رائع. شكرا لخطك الجميل. ان شاء الله تعملي الواجب. وتفتح الفيديو وانت بتعملي الواجب علشان خاطر تكون مركزة من او السكرينشوت ازا كنت اخدت سكرينشوت. شكرا لحضرتك يا بطلة. يا ممتازة. نعم. نعم. طيب اخر حد ان شاء الله. رقم اربعة في مجموعة ابو بكر الصديق. شكرا لك يا دكتورة جودي. نعم. انت اللي مس. انت اللي مس وممتازة. ان شاء الله نشوفك مسز كبيرة بازن الله. ربنا يبارك فيك. شكرا يا عسل يا بطلة. ربنا يبارك فيك. وشكرا لبابا وماما. اللي بساعدوك انك تحضري وتكتبي. انا بشكرهم كثيرا جدا عشان هما بساعدوا البطلة الدكتورة جودي انها تحضر. تعال يا معلم يا بطل. يلا لا قدم امناك الى مجموعة ابو بكر الصديق. نعم تفضل. يلا احمد عبدالغني الرابع. في مجموعة ابو بكر الصديق. يا ريت تكتب لي بقى الاسماء دي تكتب مجموعة كزا وتروح حططهم ان شاء الله باذن الله. ماشي جزاك الله خير. ايه الحلوة دي? الله اكبر. ما شاء الله. كله جميل. كله جميل. ولكن هقول على حاجة. احكتين بسرعة قبل ما الزوم يفصل. اولا اولا انا سعيد جدا. ويعني قلبي يعني ينبض فرحا و و و و و يخفق يعني سعادة من رؤية هذا الخط الرائع. ما شاء الله لا قوة الا بالله. من يرى هذا الخط الان? لن يتخيل في يوم من الايام ان انت كنت احمد عبدالغني اللي كنت بتكتب خط تاني. واللي كنا حطيناك في الاضارة فقط. احسد. بارك الله فيك. الامر الثاني. الالف ممتازة جدا. الالف في لفظ الجلالة. بس ما تكبرش السحبة في اخر الالف. لا تكبرها كثيرا. الامر الثاني. انا سألخص الكلام سريعا. وانت اسمع على مهلك. اذا تسجل ان شاء الله باذن الله. الامر الثاني. اللام قصيرة اكسر من كده شوي. واعمل الحركة اللي قلنا هنجمع من عند اهل سوريا. ونضيف مع اهل تونس. هيطلع لنا الخليط الجديد الجميل. هو دون. وصلت المعلومة عمل صح علشان انلخص الكلام. طيب. ايه اذا هناخد من عند سوريا ونحط عند تونس. يطلع الالف اللي فيها الانحناء البسيط والانسيابية الحلوة. طيب. الامر التالتة. الاول التانية في السطر احسنهم. ولكن هتحاول تلمها شوية وتصغر المسافة زي ما قلت عندي استاذة بس ما حفيصر. الامر الاخير الدال تاخد نجمة وبوسة ويعني تاخد هدية كمان. تسلم ايديك. رائع يا احمد يا عبدالغني. انت بتفاجئنا. اخر نصيحة تكريبا الخمسة. نصيحة الخمسة او الرابعة. انت قفلت الهاق تماما على بعض. وانا ما بقفلهمش على بعض. يعني انت جيت لزقتها فين التلت والتلتين. صح? انت الاخيرة دي تروح تجاي مكان ما خرجت مكان ما رجعت. طيب صح معي الحتة دي شاور لي على الهاق اللي انا اقصدها. في لفظ الجلال. اه ما بقفلش تماما كده يا اخو يا احمد. لأ ارجع بعيد شوية. عشان يتديها مجال شوية يكون اكبر. شكرا لحضرتك جزاك الله خيرا يا بطل. تسلم ايديك وعنيك. اه. الباق لم الباق شوية خلي رأس الباق يميل يسارا شوية. الباق اه تمام. الباق ده الجميلة جدا الانسيابية حلوة. التانية. ولكن نزلت خالص ما طلعتش باق. يعني هي نزلت كشيدة. باق التانية كشيدة. بص هي نزلت وما طلعتش. لا. وانا ما انا قلت زي ما بنزل زي ما بطلع. فين النزول في التانية. شاور لي بسن القلب. الباق الكشيدة التانية يا استاذ احمد. استاذي انا بتكلم على الكشيدة. باشرح في الكشيدة. اه انت جيت نزلت. ما طلعتش تاني. لا اطلع شوية لمها شوية طلعها على الفوق شوية. طيب والخرج للدال طول الدال كمان نقطة كمان. حتى لو وصلت لسطر الكمة ده مش سطر الكمة اصلا ده سطر الكراسة. بس احنا كنا في البداية مع مع الصغيرين والمبتدين وده سطر الكمة. لكن دلوقتي كل الالفات والمعظم الناس اللي في الدورة. ابدأ بالالف بتاعتك من فوق سطر الكراسة اللي فوق. يعني زي سطر الاساسة هو. اللي عليه قاعدة الدال دل دلوقتي اللي جلسة دي. لا اصبح الالف بتاعت احمد هتبدأ من فوق سطر الكمة ده بنقطة. وده يبقى عندنا هو سطر الكمة. اه. من فوق السطر لفوق ده. شاور يلا بالقلم. اه اصبح الالف بتاعت احمد هتبدأ من عند النقطة الحمرة بل اعلى منها شوية. لكل حسن خطك تسع. كلام ده وصل ان شاء الله. مع انتش تبدأ قولي بدن السطر. لان انت اديكو تفردت. اديكو بقت حلوت. اديكو بقت فيها شجاعة. افرد خطك. خض راحتك. حل حروفك. خلي فيها انسيابية اكتر. صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شاكرا لحضرتك يا بطل. معلومات كثيرة كلتها. اتمنى ان شاء الله ان انت تكون مسجلتهم كلهم. حتى لو على تسمع التسجيل تاني. وتسجل معلومات دي تمشي واحدة واحدة. اه وتنفذهم ان شاء الله ايضا حاجة حاجة. شكرا لك يا بطل. جزاكم الله خيرا جميعا اخواني الكرام والاخوات الكريمات. في ميزان حسناتكم ربنا يتقبل منا ومنكم يا ربي صالح الاعمال. اللهم امين. ان شاء الله باذن الله اه ما ان يختم لنا استاذ محمد كويدر. نسمع صوته الجميل ان شاء الله. مستعد يا استاذ محمد. نعم ربنا يبارك فيك. تفضل يا استاذ محمد. تفضل حضرتك. نسمع الى حسن الختام ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما ادراك ما الطارق. النجم الثاقب. ان كل نفس لما عليها حافظ. سلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. انه على رجعه لقادر. يوم تبل السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والارض ذات الصدع. انه لقول فصل. وما هو بالهزل. انهم يكيدون كيدا. واكيد كيدا. فمهل الكافرين امهلهم رويدا. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. مما خلق. فلينظر الانسان مما خلق. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيكم. ويتقبل مننا ومنكم يا رب صالح الأعمال. نختم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. واجعله الوارث منا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين. 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 سبحانك اللهم وبحمدك تشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواسعوا بالحق وتواسعوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.